على مدى 33 سنة متتالية بقيت مجلة فتاة الشرق تصدر وهالفضل بعود لمؤسسة هالمجلة الكاتبة والناشطة والصحفية اللبنانية لبيب الهاشم ما فينا نحكي عن الحركة النسائية وعن المطالبة بتعليم الفتيات بالنص الأول للقرن العشرين إلا ما نحكي عن لبيب الهاشم ولدت لبيب يوسف ماضي بكفرشيما سنة 1880 ومن هي وصغيرة أعطت أهمية كتير كبيرة للدراسة فكانت بيروت العاصم المكان الأنسب لتتلقى تعليمة ولا دراسة اللغات ولا تبدأ مسيرة النضال النسا وفية على كل الأصعاد بعد زواجها من الأديب عبد الهاشم عرفت باسم لبيب الهاشم مش لأن زوجة أديب معروف ولكن لأن أعمالها ونشطاتها سبقت اسمها حكيت بمجلتها عن المواضيع اللي لازم المجتمع بوقتها يتعلمها وكانت تشرف شخصيا على إصدار المجلة وعلى ترجمة بعض المقالات فيها وبقيت تكتب وتحرر وتنظم كل أمور هالمجلة من سنة إصدارها بال1906 حتى سنة 1939 أعمالها الصحافة والنضالة ما كان محدود بس بلبنان سافرت على التشيلي وأصدرت بالعاصمة سانتياغو مجلة الشرق والغرب ولكنها ما استمرت إلا سنة وحدة لترجع من بعدها على مصر وتكمل بعملها الصحافة وبمجلتها وكان لمصر وقع كتير كبير بمسيرتها المهنية فكان مثلث بيروت القاهرة سانتياغو مصدر إلهام لها المرأة الاستثنائية من أهم الكتب اللي أصدرتهم رواية قلب الرجل بالإضافة لمقالات كتار نشرت سواء بمجلتها أو بعدة مجلات لبنانية ومصرية بالإضافة لترجمات لعدة روايات من اللغة الفرنسية للعربية ومنهم رواية الغادة الإنجليزية رغم إن شغالها بالصحافة والتنقل ما بين بيروت والقاهرة كان بيتها سالون ثقافي مفتوح لكل الأدبة والشعرة وخاصة النساء المناضلات بقيت لبيبة حتى وفاتها سنة 1952 توقف على المنصات والمنابر تحاضر وتدافع عن حقوق المرأة هي اللي كانت من أركان الحركة النسائية والمطالبة بتحسين وضع المرأة اللبنانية والشرقية عامة ترجمة نانسي قنقر